اخونا يسأل عن صوم يوم عرفة في سائر الأمصار إذا كانت الرؤية مخالفة عن الرؤية في المملكة هنا للحجات يعني مثل يكون مثلا يوم عرفة موافق مثلا يوم الأثنين والعيد يوم الثلاثة والعيد يوم الثلاثة ويكون يوم عرفة مثلا مثلما تكقول في المغرب يوم الثلاثة يوافق يوم العيد والإربعة هو العيد هل نصوم نوافق أهل مكة فنصوم عرفة الموافق إلى المكة والعيد يكون بعيد أو نصوم يوم الثلاثة الذي هو عندنا يوافق يوم عرفة والعيد يوم الثلاثة نقول الصحيح أنكم تصومون على رؤيتكم لكل أهل بلد رؤية في يوم عرفة في المغرب مثلا إذا كانت إلى مثلا رؤي الهلال في المملكة هنا ورؤي في المغرب واختلفت الرؤية مثلا تأخرت الرؤية فيه تأخرت الرؤية مثلا في هذه الحالة كل بلد يتبعون رؤيتهم كل بلد يتبعون رؤيتهم فإذا رؤي في المغرب مثلا يوم الثلاثة إذا كان يوم العرفة يوم الثلاثة وبمكة عرفة يوم الأثنين والعيد في مكة يوم الثلاثة والعيد في المغرب يوم الأربعة فنقول تصومون يوم الثلاثة ويكونوا عرفة يوم عرف حقكم وفضله يوم الثلاثة والعيد عندكم يوم الأربعة هذا هو المشروع لأن اختلاف المطال المعتبع كما نقول أنكم تصومون رمضان برؤيتكم فلأهل كل بلد رؤيته إلا لو هرد أن الرؤية اتحدت وهذا بعيد وهذا بعيد ولا يكاد يقع ثم لا حاجة إلى اتحاد الرؤية كما قال أهل العلم لا حاجة إلى اتحاد الرؤية ولا لازم لها في الحقيقة وهذا هو الذي عليه الصحابة رضي الله عنهم كل يصوم ولم يزل المسلمون منذ أربعة أكثر معتعشة قر والناس يصومون رمضان وكذلك في أيام الحج أهل مكة على صومهم في حجان وأهل مكة في صومهم في رمضان وكذلك سائر الأمصار على رؤيتهم لكل أهل بلد رؤيتهم متقدم التوبيب أن لأهل كل بلد رؤيتهم على حديث ابن عباس في قصة عند كلمة لما أرسلته كريم لما أرسلته أم الفاضل رضي الله عن هذه حاجاتها إلى معاوية فهذا هو الصحيح وهذا هو الذي رأى عليه الصحابة وقع خلافه مثل هذا فتصومون يوم عرفة الذي هو يوم التاسع الذي عندكم وهو يوم عرفة لحقكم هذا هو الأكمل والأفضل وهذا يجري في أشياء كثيرة نعم ترجمة نانسي قنقر